ما أنا مش عارفة أعمل أكل زيها ما أنا مش عارفة أدلعك وأهتم بيك زيها ده أنا في العلاقة مش زيها ده أنا كذا 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 فبتلاقي الشخص حصل عنده بلوك أفلة كده مش عايزي أعمل حيات ليه لأن دايماً طول الوقت تحت المقارنة تحت الضغط تحت كذا ما ينفعش الكلام ده إطلاقاً خلصت العلاقة من قبل الجواز خلصت موضوعك توازنت ابتديت علاقة جديدة مفيش إنسان زي التاني كل واحد مننا ليه بصمة خاصة ما حدش زي التاني بالزبط ولا رجل زي التاني ولا ست زي التانية ولا أخوات زي بعض مفيش حد زي التاني كل واحد تجربة فردائية خدي بالك بقى من حاجة تانية إن كل اتنين تجربة مختلفة خالص يعني أنا شخصياً أو الشخص عنده نفسه مع فلانا كذا ومع فلانا كذا تاني وهي مع الشخص الصعب السيء اللي كان بيتعامل معك ده كانت صعبة جداً مع الشخص المتفهم من هادي الجميل اللي بيحتويها لأسلوم مختلف بقت واحدة تانية خالص يعني أنا معك شخصية ومع حد تاني شخصية تانية يعني أنا ممكن أكون اتعلمت من أخطائي برضو في علاقة سابقة فأنا مش عايزة أكرر نفس الأخطاء يعني لو أنا عصبية مثلاً في الجوازتي الأولانية فأنا في الجوازتي التانية أنا هديت لأن شفت أن العصبية دي بوازت بيدي بوازت علاقتي بزيك كده أنا كنت بطلع أسرار الأسرة لأسرتي أو الزواج اللي بتاعنا لأسرتي أو لأصحابي فده دمر جوازتي الأولانية فخلاني أبقى ومنتبه في الجوازة التانية هو كمان نفس القصة عشان كده مهمة قوي نحن ننتبه نحن نتعلم من الأخطاء اللي فاتت وما نبتدي نبتدي صفحة جديدة وما نقارنش حد بحد ولا نحن نحاول نفرد صورة